كل جسم مننا مختلف عن التاني في تفاعل الأحجار معاه وده لأن كل بشرة ولها طبعتها المختلف عن التاني وكل حجر له إحساس مختلف لما بتلمسيه يا دين، هو أنا ممكن يسألك سؤال؟ لأ إحنا لإيه لبسين جوانتي مانت لأ؟ وإيه المشكلة يعني يا دينة؟ بس أنت؟ عشان أنا يا دينة لازم ألمس الحجر بأيدي عشان أقدر أحسه أنت لسه قدامك شوية يا دينة على مضحصل اللي أنا بتكلم في ده طب أقولك على حاجة؟ مم؟ أنت عارفة أن أنا ممكن أعرف الحجر ده نوعه إيه واللونه إيه والنين كمان من غير ما شوفه لمجرد أني ألمسه؟ لا إيه مش مصدقاني؟ لا طبع إيه الغباوة دي؟ طب حقولك على حاجة مش أنت جايبة معاكي صندوق فيه أحجار؟ أه أنا عارف نوع الأحجار اللي جواه؟ لا طبع خلاص هاتيه وأنا هغمض عنايه بشرط إني هعرف كل حجر هتطلعيه في إيه دي هو نوعه طب وبعدين وبعدين لو غلطت في أي اسم الساشن ده فور فري ليكوا إنتم اللي اتنين فاين ولو إحنا بقى لغلطنا؟ هتدفعوا الضباوة لا بتحرقاتكم بهارة لا أولا حاجة أوكي مش لتبرجادي؟ يا ستي سيبيها تعمل اللي هي عايزين أبعيكم يشايف هاتي يدك وهي بقى ده حجر أبيض من سيوة ده حجر من سيوة أسود يبس يبتين لينا الحجر ده يا أروغة واغدامل عن تجداتي واضح خلي بالك ممنون غلي قوي طب ستنيني خلاص؟ استنى استنى ده حجر من عندي بلاش غش لا ده انت وضيعة وضيعة هاتي أصل الحكاية هي حب لو حبينا الحجر هنقدر نحس بيه ونفهمه مش يلا يا جماعة نشتغل بقى مش معقول راغي من الصبح اوكي لازم تسندي ايدك على الترابيز علشان ايدك ما تترعيش اوكي السلام عليكم أستاذ وعليكم السلام يا رجل يا ضايد على فكرة حتطلك التراتين برا حتطلع بيه على مخزن الدرديري والتكلمي ضروري من هنا حاضر عامل ايه الحجة دلوقتي؟ الحمد لله رب العالمين بس مبارح الضغط عيلي عليها قوي ودينيها للدكتور فحولنا على المستشفى واد احنا في انتظار الشفاء من هند ربنا ان شاء الله ان شاء الله خير انا حبقى طلبها اتطمن عليها بس انت خلي بالك منها حاضر وأخبار زينة والأمر بتاعتنا ايه؟ اهديم طلع عيني يا أستاذة يا رافل يا طي حد يبقى عنده بنت زي الأمر زيها ويشتكي منها كده أمر اللي معرفش يا أستاذة يقول ايه عادس؟ ايوه عادس عادس عموما خلي بالك منها دي زي الأمر امر ايه يا أستاذة اهدلعك فيها دول هو اللي مضيعني هو اللي بيخليها تبقلد عليها خلاص حابقى اشدلك ودنا على خفيفنا النصوف متشكر يا أستاذة ربنا خليك لينا يلا بقى ارميح نشوف شغلنا ونجيب الظرف والفلوس والنبي عم محمد حاضر ما بنوزعش عنا الناس بضعب بلاشي عم محمد حاضر يا ست الكل انا اول ما اوصل هناك هتصل بحضرتك على طول ماشي اول ما توصل تكلم حاضر وزار في الفلوس حاضر يلا مع السلام ربنا خليك لينا ولينا السلام عليكم السلام عليكم الله يبارك فيك يا رب الراجل دا يعرفني منو انا عندي سنتين كان بيشتغل عند ابوي اللي يرحمه ومن ساعتها هو معي على طول عنده بنت فنانة تشكيلية هيلة هي اللي بتعملي التصميم وضلي حلو انا ايسيف ازاك يا بيبي انت فين في الشغل وانت بس انا خلص الشغل في الورشة وحتلعود مع محسن شواء في المكتب وبعد كده هبقى روح على البيت لما تخلص انت بقى اكلميني اوكي اوكي يا حبيب باي باي انت مكلمتنيش لي قبل ما تيجي انت وصلت للمرحلة القذرة دي مرحلة هي هدي انت تتجننتي اتجننت؟ يا مراهد يا قذر فيه هدي المكلمة في لساني وانت كدت دخالتي افشاني مع واحدة اوها تكون فاكي ان انا مش حاسة انت مش عايزني وازا كدتما بتخنيش يا استاذ لأنه مجتلكش الفرصة انت كل يوم بتنزل من نظر يوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو انا ازهية من صلانة النكد اللي شغالي عامارة على البطال دي يوشيخ المطالي نهكت بقى هجيبينه الفقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موسيقى 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 ما بتفتحش بسرعة عليه سهل مش ممكن ازاك يا سارة وحشتيني فكرة؟ طبعا فكرة قابل من كم سنة؟ من عشرين سنة سارة كويس ايوا بس ما تخيقش ان انت كنت تكري خص عليكي كل سنة انت تعيبة وانت تعيبة يروحي قول لي يا راحي 35 برضو ايوا يا اختي 35 مرضو تشوفي حد من العيال ولا لا لا خالص بس سمعت ان انا يديل اتجوزك بجد اه قابلت سيف من فترة في الشارع ما تغيرتش يا جانب اه طب بقولكي ما تشوفي العيال فين ندار عليه عندك المرحب؟ ما عندش نمر حد خالص انت بقية فاتحة انت مستني حد وقتك لا يا سبرة يا أولاد الاشمار تبدا يا أولاد الاشمار تبدا يا أولاد الاشمار تبدا تعالي بقى لك سبو فاشراء مش اكتب حاشروني يا جنب تعالي وتبعالي وتبعالي انا تبعيزك انا كويسة وحشين يا جنب وحشين يا جنب كلنا وفينا بالعهد وعليشين انا؟ شو صدق نفسي ما كيفيك مانشاة تنسباتي مو الزاوة بس يا جنب يا جنب ما تقولوش ان انتو مش منتفكين قولي بقى والمسيح الحي مش منتفكين انت دولي عمري تقللت الأداء بس والمسيح الحي مش منتفكين انت هيك يا زو حشتيني انت كمان وحشتيني يا حبيب يا ستي دين يا ماشا من الشغل البيت ومن البيت اللي شب يا خيرت عاني تجاوزي طبعا يا بنتي دا انا عندي بيتر ومينة دلوقتي ايه؟ ايه؟ عندي اخنا مسانا يا حرام نستهبت زي ايه؟ ايه؟ يا بنتي انا خطوبتي نسبوع الجنب ايه؟ اذا ما خطوبة لحدة نعرفه يعني؟ لا يا دحواء نكاملنا مينة جوا؟ يلا يلا يا دخل شرطه جوا تعالوا تعالوا دلوقتي جدا واحنا كمان ايه؟ كل سانا ودي طيقة وهدائتك ايه؟ يكشي اطمئ ارسيل حياتي بصوا بها قبل ما نلخي حد يكلم هادين انا عندي اش نمرتها ولا انا اش نمرتها ما عرفش انا حاجة حتى ما شفتاش بالصدفة اخسارة مش ممكن تفتكروا هي؟ ايه؟ ايه؟ مش ممكن وانتي هيو قليلي ايه اخبارك ومامتك عاملة ايه؟ كويس الحمدلله قاعدة مع اخويا في دبي مش اتجوز لا لا قوليلي انتي باباكي ومامتك واخوك عامين ايه؟ تمام كويسي نشكر ربنا الحمدلله اخوكي تجوز؟ اه يا بنتي ده عنده ادم دلوقتي اربع سنين اه ما شاء الله مجوز حتى الدين واحدة مطلعين وهي دي اللي علمته الادب كان بتاعنا هي صرا راحت فينا تعالى انا هنا اخو ايه دوش انتي هوا مين كان بخبر ده المحوان مدى اختلتوش لي احتفل معانا بدلها دين يا تفلة او الله عندها حق على اقل يا اختي دل راجل ودل حيطة بدل قعدة نشفة دين ايه بلق القعدة دي احلى قعدة الوسطى جدا احلى عجمال في حياتي عشو انت عرفي بس ان احنا فاكرين مش نسين طيب حد يقولي بقى كل واحدة فيك وتقولي فتكارته ازاي انا شخصية مش فاكرة اصلا فتكارت ازاي طول عمري محنش فاكرين لتتكلم لازم ندور على هده ما يفعش كلنا انا بقى مختمعين هي لا اقر أنا جيب! وفجأة! مش عمي السنة اللي بي حتى ولي بقى بتتقيق وفجأة! بسيو! 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 حطني بقى بقى! إذا ما حقلت بقى لكده ولا إيه؟ أنت يا بتي! أنت كنت فين؟ فين حياتك أنت؟ مفيش عايشة! اتجوزت! أما تجوزت بقى لازم في كآبة! طبعاً يا حلوتي في كآبة! بسيو! طيب! قبل ما نرغيب! تحب تشربه ايه؟ ايه حاجة! لا بجد! عندي شاي وعندي نسكافي وعندي وين وعندي بيلا! مين فيكو بيشرب؟ بس ما ينفعلش! أنا رجع سيئة! مستوضة! لا! وين خفيف جداً! اوكي! انا حب ناقي! ناقي يا حلوتي يا رب تجي مني حاجة عادلة! انا ممكن ياسوع اخد بيرا! والله وكبرني يا بيتي يا جيد! من امتى حايبت يونتي بتشربني؟ فكرة يا واطس يا مين اداني اول سجارة في حياتي؟ انا! ما هو انتي كنت مزوغة من حصة الكامستر؟ لا 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 كنت حصة المات! يا نسيت! نسيت! ان شاء الله حذكر انتو الاثنين ده انا جالي زهاري مريعيات! لو سرحتي بطالي نأة! ليه كده؟ بطالي نأة! انا مفكرة! واو! سرسولة ايه برا الطحفة ده؟ مفاجعة صح؟ جد! اطلبي واتماني! سربينا ايه؟ اندوق كده شوية حاجات! اندقو تعلي一个 في عدد jokes جسكيتkelt eigentlich لام reduction يناج الس الجرس excited BERANDI افي ع박 الجرس اطلبي Heb اضikat اضاق الخطفة استيطأ كامد، كامد قوي لعب جدي حب أوكي بطكة طبعاً ممي بحباش بس عايزة دوق أوه زي هتبقى قوية قوي علينا كيف عايزة؟ متسكارك يا بابي هبة حد يشربها يا سيدة كده سك؟ أنا صار سك كده؟ هتسكاري حبيبتي قد ده وعين عفا وعين أوكي ايه رأيك في ده بقى عشان ايه؟ ده اللي غالباً هنشربها طبعاً عايزة دوقها باية الكلام يعني واو ده اللي هنشرب حياتي انتي بتتغيريش أبداً قيبت الرجل الحلوة دي طول عمرك قلقت العدد طب صراحة رجلك طول عمرك عجباني انتي يا أهلك ما عرفوش ربوك على بكرة باوت فريك ده ما عرفوش على بكرة باسيو ربوك يا بنتي جابت رجلك حلو أنا بمضح فيك سارة وهي ما راحوا فين راحوا شتروا بيرا ولا أين سارة يا سارة تنادي بنفس الطريقة اللي كنت بتنادي بيها في الجلاس فاكرة يا هبة يا هبة يا هبة هم 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 سارة سارة يلا هاتي الوين طبعاً سارة 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 اه 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 تفكروا سبتونا أولاية؟ إيه داية إيدك هاتي؟ تمام يا بنتي هاتي ما فيش؟ آه عايب عليكي نسكر إيه بس هي أصارت تدوب من كل الأزايز اللي عندي فوسوا أنا لو حصل لي حاجة حرجع معايا حد فيكم ما تخليش أنا هسألك ماشي يا جماعة خلاص بقى ما تقلقوش أنا حوصلكو ليه؟ وانت يا بتشربيش؟ نو أنا مليش في الألكوحول بجد؟ رفعليكي نفسي ده ماني ينتي بتول عمر يا لالو وعظيني لا 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 معلش أنا مش أصدقكي سنية واحدة يعني ولا حتى كاس واحد أمالهببتي ايه ومفرح انتي مش هتبطلي بقى قلة القدد دي وتحتلمي سنك لا يلسى لقى ابن الواضح إن كلنا بنتميز بأباحة شديدة مم يا جماعة أنا بشرب حشيش الله أكبر اوه هارك أسود؟ انت بجد بتحشيشك؟ أنا فكريكي محترمة بعدين جزك يعرف حاجة عن الكارسة اللي بتعمليها دي ما هو اللي علمني بجد؟ بجد؟ طب وليه هدين 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 قليه بعد كدا ما بتتتروقوا وجسمكو يسير وادرتكو تسير ما فيش تمرين رياضية سنت مات فوقت مننكد على بعض يا سنتر موزكت فيد على فاجأة طب يا روحي بقى أنا بحضر لك مفاجأة بنت لازينة يا رب يطلع اللي في بالي يا رب اللي في بالي دا؟ والنا بنتي بالذات بلاشنة أنا سكوتيو بلاشنة بطلنا استني بس بطلنا مفاجأة يا بنت اللازينة واو جايب الستاف دمي نعيب عليكي بقى البتاع دا كان بويا بيشربه من زمان فكرتيني بابوكي عاملي خف ما هو مش عيّنة أصلاً كويس زي ما هو بعد الشرع عنه ألف ألف انا ورتلف ايه؟ لا انا حلق أوك لا من الواضح ان كلنا اتغيرنا بس غالباً للأسوأ ولا ايه؟ بتاقول نص ساعة خمرة وحشيش وكلها أربع ساعة هيدخل عنا البوكس بدهر واللي منها كلنا أدابة حلو قوي الكونسيلر اللي انتي حطاه جايبه منين يا أربع؟ دا فرنساوي انا اللي ببيعه في مصر ايه دا يا بنت؟ ليس غاباً ما يكهب؟ تقل لي انتي بس الشركة وانا هزبطك أوك او يا بنت يكون مضروبة تحرق لنا وشينا يا محمد تحرق لنا وشينا أيام اللونة الجوز الهند يا دوش بتاع عمك البوبة اللي كان بيتسرق كل يوم ما كانتش جوز الهند د mission كلحام بني عشان محمد ما كانتش هكري بكلها عشان أسرق منا ع حاج ما عنيش بق؟ ما لقيتش بيرا لا وانا همك بقا مرضتش أحرجك أنا في بيتة اتي ما عندكش ولاعة يا بنتي لا للأسف ما عنديش استني إيه البوليس لهم اللي هشيبه سرعه استني ما حدش يشرب لازم نقول تشيرز الاول اوكي وانا حروح فين انا ببتاعدا وحطي الجوينت وقولي تشيرز عادي مني ينفى عادي؟ يو أمم! لا حسنا لا لا حسنا مهمة جدا نقص من 20 سنة عاما في نفس الوعد ده ده وعد من هيل من 20 سنة خمرة وحشيش شعارفين اللي هيحسب يا رب أخلص من تشيرز اللي علق دراحي تشيرز أنا بجد مبسوطة قوية جميعا كل سنة عانتي الطيبة سوقي عانتي طيبة يا راحي البتاعة ده طعمه حلو قوي شوفتي؟ والبتاعة ده طعمه أحلى شوفتي؟ طب يلا بقى كل واحدة فيك وتفتكر عاملت إيه من زاد ما سبنا بعض الغالب دلوقتي أحسن حاجة قطيها النهاردة استني قبل ما نعمل كده بقى شجع شوي تنسيك هيا صار طول عمرها صاحبك مزاج جدا مش زيك بطاطس يا كفتس صداي بقى لي كتير قوي ما سمعت الشاكوفتس دي تاخدي نفذ؟ لا نفذ؟ مين الأمور اللي بيغني ده؟ يا حمارة ده رجل عراقي اسمه إلهام المفعل اسمعني وتنزلي بقى لي سنتين بسمعه ومش أدرى فهم وآخر الأغنية بصدع هم قفلاها أخف عشان ما بتفهميش تصدقيني ما تسمعيوش ايه جمالة؟ ايه ايه هتشاف الموبايل بتاعي؟ لا انتي ما تلاكيش بيه هنا على فكرة ايه القلق ده؟ كان معاكي وانتي معاك في العربية تلاقي البويفرينت بتاعها بيتكلمه وما بتردش عليك يا بيانا ايه ايه يا جماعة هيبة لسا فاية تمام؟ معايفة عليك بس المنسبة سكرانة مش قادرة قومة تجيبه طب هات المفتاحة لسا أجيبه خلاص بقى أكبر ولازم حاجة مهمة قوي يعني مواي؟ اه مهمة بصي ده اوپن وده كلوز وده كلوز وده اوپن فاية آيه ايه طب انا كاية معاكي لا 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 خلاص الواحد معاك طب يب ايوه حد يحتي حاجة الغات ما نيجي ايوه بصرحة فين انت يا هاب لندا بصرحة ما تتأخريش بصرحة ايه ده احنا هنا؟ ايوه هنا ببعيد اول حاجة شذول هانتك حاجة شذول هانتك اه شش على ايه؟ تعالي جمي تعالي جمي تعالي جمي انا مهنك بقى ايه انا قابلة بجمكة ايه ده احنا بأولك انا احنا بأسرا نعم انتي فين؟ عندي صارة صاحبتي صارة مين؟ صارة بتاع الزمان؟ اه وايه اللي فكركم ببعض يعني دلوقتي؟ فراغ انتي هترجعي امتا؟ يا بوبا يا مجازم يا بوبا انت مالك اه احنا بنتكلم من اول المكالمة كويس ما تخلنيش اقفش عليك؟ اقفش اخلاصي هترجعي امتا؟ لما خلص بصي انا قدامي ساعة وهرجع البيت نفسي هرجع ملأكيش ما تشوفي هاديل هعمل فيك ايه؟ باي سيف هاديل بقولك بقولك نعم خلي بالك من نفسك اتحب حجافتك تانكيو ارتاح باي اتكلمي مين يا موزة الموزة انتي مالك يا جزمة الجزمة سيف ايه؟ مع صحابه اتخليقني قبل ما ننزل باينا الخناء والنكب ده تخنيتو ليه؟ قفاشته بيتفرج على فيلم بول وماله الرجل بيعمل ترينيج عشان ايجا التفت بيها ايه؟ انا سايا كنت تتعادي تفراجي معا طبعا لا هدير طول عمرها ما بتحبش الكلام لو سمحتوا يا جماعة انا ما بحبش الكلام في الموضوع خلاص 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 ما تزالي انا فاهمكي خلاص الدولة وانتو لما تجاوزته كنتو تعمله استغيلت قولة ابتدائي اي ابنت مخطوبة بتتخيل انه بعد الجواز هتبقى الحياه وردة كل يوم مش هقلبازات بقى ودلع وكضاه لكن لا اقدر أقولوكم بعد سنتين جواز إحنا ممكن نعمل كده مثلاً ومردين في الشغل إيه؟ بس أنا كنت فاكرة إن الحياة هتبقى أحسن من جداً قبل الجواز كانت أحلى إيه إيه إيه؟ علاقة؟ علاقة؟ وكان في علاقة بجواز أصلاً؟ علاقة بجواز أصلاً علاقة بجواز أصلاً يا نهال أبيض ومين عارفين كده هادير؟ إيه يا عبيطة أنت كمان؟ سيف طبعاً أمي حتجوزني ليه؟ برضك؟ الحمد لله أنا أتجوزك أه أه؟ ليه بشو الله وكمونك ما يتجوزنيش؟ عارفين يا بنات؟ والله صغيرة ماما كانت مفاهماني إن الكلام ده إيه؟ أب جاد؟ وكانت مفاهماني كمان إن الولد والبنت لو باسوا بعض يجيبوا عيال تخيلوا؟ أنا فضلت كده فهم الموضوع ده لحد الجامعة الجامعة؟ كل الأميات بتقول نفس الكلام ده بدرجة أنها خلاص هخلف من بقي آه أنا أمي كانت تقولي لو حدي مسك إيدك هتخلفي إحنا أكثر تطور وتمدين طب وإنت يا جان؟ إيه؟ بتعمل إيه مع الخطيب؟ ميه؟ يعني إيه؟ آه عماد عماد بصي على ما أعتقد يعني تذكر كده تقريباً بس نيه أو على ما أتتذكر يعني كانت فرنش ولا بس لأ طبعاً أنا ما بسبوش ليش اللحزة كده يعني ما بسبوش يتطور معي قوي كده إيه 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 تليفوني فيم بيرن ده صح؟ إيه أي تليفوني إيه؟ أي فضول ده؟ أه إيه لا أه يا علاء وصلك رقم بيته؟ آه وصلني الرقم قفل السكة فوشك طبعا لا 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 قفل السكة أنت بتقول إيه يا بني أنا أصلا ما كلمتوش يا أية الراجل ده مجنون ما علينا المهم هاتي ورقة وقلم علشان هديك العنوان حاطر إيه بقى ورقة وقلم دي؟ إيه طلب الغريب ده؟ فيه ورقة ورقة في البيت ده؟ والله إيه؟ فيه شوية؟ طب بقولك يا أمان ما تبعتلي العنوان ده وتقسم أس يعني لو فيه تفاصيل بقى بيصحى السعكام بيروح فين يعني بعتها لي كلها ممكن أوكي مرسي بايا إليه يعني إيه؟ هو إيه اللي يعني إيه هدي؟ إنتي نسيتي الإنجليزي؟ ماسترس رحت إنجلترا درست شهادة ماسترس في سلوك الإنساني وخدت كذا ديبلوما كمان فعليت الطفل يعني إنتي دكتورة؟ لا أنا طبعا مش دكتورة إيه ده؟ أنا مش طاقة ما حعجب ولا أنا؟ أوكي يعني البيبي من يوم ما يتولد لحد ما يبقى في سن المراقب أنا درسة إزاي أعلقه؟ بحلله مشاكله سواء في السلوك أو في الحياة يعني إنتي فتحة عيادة؟ لك يا حبيبتي أنا مش فتحة عيادة حبيبتي أنا عندي بيج على الفيسبوك والموضوع كده بيمشي بالعلاقات إنتي بتعملي تشات معيهم؟ تشات مع الأهل الصغيرة بقى تشات زال يعني؟ لأ يا زفت أنت وهي أنا بروح لهم بيتهم بعلجهم بعمل الساشنز بتاعتهم في البيئة بتاعتهم كل واحد على حسب مشكلة بروح لهم بيتهم؟ بس شغلانة غريبة جدا آه هي غريبة بس ممتعة نعم أحلى حاجة فيها لما تشوفي سلوك الطفلة بيتغير قدامك تفرح يا عم عمرك حبيت يا سارة؟ لأ بس صحبت كثير نعم مقدرش عيش مبير صعب آه ها بنقضي وقت لطيف بنشرب مع بعض نتفرج على فيلم بنقلة قدبنا شوية مفيش مانع بس ما حبيتش لسه ملقيتش راجلة سبا بنعايزة رجع بالقرف استلموا شوية استلموا شوية ألو أنت فين؟ موجودة؟ ما روحتيش الكنيسة ليه؟ أنا عند سارة صحبية هتخلص يمتى؟ ده مالك أنا اشتريت الشبكة خدت الإذن الأول؟ جان مش كفاية بقى ماشي يا عم هتخلص يمتى مع صحبك شوية تسأل ليه؟ ساعدنا عشان لازم نكون مع بعض بس يا عمد أحبك مش هقدر مكونش معيك طيب خلص فوت علي عن سارة صحبتي بس تعالى من غير عربية أنا مش عايز أشم العنوان فين؟ هبعطولك في مسجد أوكي هي على البال هاي ده خطيبك؟ أيوه بتكلمين ميلي كده ليه؟ عادي يعني هو أنت ليه صحيح ما حكيتيش حاجة عنه خلص موظمين؟ هو أنت عمد؟ آه هو عمد بس يا ستي عمد محسد في بنك وإيه كمان هو أجمل حاجة فيه إنه بيحباني وإنتي إيه؟ يعني إيه؟ آه بص يا دو مش مهم قوي تأخذي واحد إنتي بتحبيه المهم هو يكون بيحبك قوي الفلسفة الزبالة جدا أنا وجهة نزلي جدا المهم إن أنا مرتاحة هو مبسوط جدا بيعملي كل اللي أنا عايزة ما تغيرتيش يا جن ما نعلم أنا عندي هموت بيه؟ تستفضي يا رمي من هولندا يا دي؟ أكيد؟ لا والله سيف لو كان هنا كان حيبس بس هو طول عمره فقري ونكا دي هم؟ أخي؟ لا نطفي السمع يلا وبقى آه لا إيه؟ استنوا كل واحد لازم يتمنى قمنية قبل ما نطفي الشمع وبعدين با بيه العطلة لذي أنا عارفة وعجب يلا أغمدوا هنأكل أول؟ لا 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 هرجع لا خلاص هنقول استنوا استنوا بس ما أولعتش الأول أولا 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 ومناسبة عيد ميلاد مين؟ سارة سارة أنا سارة يا رب يا رب يا رب ايه؟ 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 عادي بس عادي عادي بقى سارة لأ بجد سارة ربنا يكون معاك ويرشدة للصحة ونفضل على طول شحة ايه يا ختم ايه؟ الفكرة نفسك في الكنيسة يا رب احترمي نفسك يا سبالة احترمي مين يا عم؟ قاللت الأدى با قوي ايه اللي؟ بطري هدي يلا تغلي نفس؟ لا حياتي حبي شو ما بقى نتقولش لأ احنا ما نفعلاش نغني ولا نعمل أي حاجة مينان يا مابل انت بتعملينا الفستان الفستان ده 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 اه ايه ده يا بنت اللذينة ام ام ايه ايه أنا ركنة عربيتة أنا أنا ثاني البت لي تي ركنة فيه أنا إي ركنة فيه؟ ما صحيح استنى بيت تعرفين؟ أنا هو شرف إيه؟ أنا ركنة هناك لا ده بعيد الله أنتوا تقولوا أي كلام على فكرة يعني إحنا عمرين عدنا كلام مهم بقولك إيه الله يخرب بيتك أنت بجد أعطي تقول لنا أقوان خفيف لما هو خفيفة على فكرة أنت أخطر حاجة عنتي أنت تفسى جدا طولت أمنا أنت كويسة؟ أنا كمان هي كويسة أنت كمان؟ ما وعدكيش بسرعة يلا بقى ولا أنتوا لليتك وإيه بالظبط أنا أعمل إيه؟ صح يلا 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 أي كنت مراهنا نفسي ما تشحتي إحنا متعودين نسهر مع بعض كل السنة في تجلل مش ممكن كنت أسيب أنا آسف يا هدين خائك علي يا مساري أنا مخنونة أنا كمان مخنونة أنت كمان مخنونة أنت كمان مخنونة أتجي انتورنا على حد يفك خلاتي أنت فكت خلاتي أنت فكت خلايي؟ لا ماحاشت الان مات وحشت ليني اكتر الصباح الخير صباح النوف أبطي يوم يكي عملي إزاي النهاردة يهاني مفيش عندي مشوار وبعدك هيحط لعي جالوري مشوار إيه ده الدكتور مشوار إيه الدكتور تاني يا هديل تاني هو تضيع وقت وخلاص هتروح تعمل إيه ما التحاليل دي عملناها مئة مرة وبنسمع نفس الكلام نفس الكلام انتروا اتنين كويسين بس ربنا مش عايز إديكوا عيال دلوقتي ربنا مش عايز أقول لك إيه بس استغفر الله العظيم يا رب انت عايزني أعمل إيه أنا مش عايز حاجة انت حرة تروحي ما تروحيش مع نفسك وبعا أنت عايز ربنا يدينا عيال إزاي وإحنا عايشين إزا الإخوات مع بعض في البيت بالمراسلة لا بالشاتين يا عنات آه إحنا هنفوق على بعض على الصبح أقول لك إيه أنا باير في دهية مع ألف سلامة مالك أرفانة إيه هديه هانم أرفانة لأ تحت كده لازم نهدأ ونعود ونشرب سجرتين مش قادرة أتكلم ما تتكلميش من قال لك أني هايزاك تتكلمي؟ هم تلاقيكي نفسك في السطف بتاع مبارا مش عايزة تقولي هم شخصne قاسم هاهم هم عاملين ايه؟ كويسين عندهم مشاكل ما لكم يعيلي؟ انتوا بيتوا عاملين كده ليه؟ ما كنتوش كده فاكرة اول يوم قارتلك في البيريد؟ نعم فيه كده فيه كده امك قارتلك ايه؟ قلتلي ما تخفيش انت كده كبرتي وانا كنت دايما بشوف الباد عندها جانب المايكب فالوضوع ارتبط بالنسبالي حبر واستخدم الحاجة دي تسألي ليه؟ حصل فيه بنت معالجها عندها عقدة من الدم وقتلها البيريد تخيالي بقى قوليها ما تخفيش قوليها ان الموضوع ده بيحصل لما تجبر وطبيعي انه يحصل شو لما تجبر تقدر تجيب بيبي حلو الحجر اللي في ايد الدم مفروض انه بيجيب الحظ بس الظهر المفهول وبعض ايه اللي حدد دي ملحظ بواك يا بنتي بس كل حدا في وقتها زهد من كل الكلام ده مش قادر اصنعه اكتر من كده انا بضور من اجيب بيها لشان ما تسيب اقوم بس انا مبيتش طيقة مش طيقة صيفة كلها هو بطيق وغالس اجيب منه بيب وكل حاجة عكسة بعض مشكلتك انك برج الجوزاء رواقي بقى هديل انتي لازم ترتبي حياتك الاول علاقتك بجوزك مش مزبطة لازم تزبطيها وماينفعش تتطلق عشان انتي يوصيف اللي بينكم كبير جدا انا مرضيتش اتدخل مبارح وانتي بتتكلمي قدام البنات عشان ما كنتش عايز اتكلم قدامه بس انتي اللي في ايدك انك ترجعي جوزك وتزبطي علاقتك انتي هديل مش حدا تاني ها؟ واجه مش هقولك ازاي عشان انتي اكيد عارفة مش قادرة واخوه مش عايزي سعيدة واخوه مش زمه زمه اه الحاجات دي يا بنتي يفيهاش كرامة ابدأ انتي عادي يعني وبعين سجارتي اتطفت هاتي نفس من عندك دي كمان مفيهاش كرامة على فكرة نفسين كمان الله اه ايه الزوء السيء ده و ايه الفنش الزبالة ده الشغل ده عازم يتعاد فيهم مين؟ فيهم ان حضرتك استخدمتي للاحجار من غير ما توظى بيهم قبل ما تشتغل وفيه ان الفنش كله باهم وموحش سيء سيء بس انا شايفة ان شكلهم كويس ومفهومش حاجة حضرتك تشوفي اللي انتي عايزة عندكم في بيتكم انما هنا انا اللي اشوف لان الشغل ده بيخرج من هنا تحت اسمي انا يعني الفنش لازم يبقى بيرفكت وده اللي بيفرق حد عن حد زواجة اتنظرك دينا الاخر مرة حاحذرك لو سمحتي ما تخلطيش ان احنا صحاب بانك هنا بتشتغلي عندي اوكي براحتك طبعا براحتي تمام واني مش جاية هنا ده اللي انتي عايزة تعمليه اعمليه بس قبل ما تمشي من هنا تعديل الشغل الزبالة بتاع الده ليه كده ايه ديا دينا فيه ايه حضر ما عليش عذريها دينا عندها مشكلة كبيرة في البيت يا ستي وانا مالي وما البيتها دينا حامل وايه المشكلة في كده متفقه مع جوزة يأجلوا الموضوع ده وديست تاخد الدواء ودلوقت حامل وعايزة هتنزل البيبي وطبعا هي المترددة يا ستي وانا مالي وما الكلام ده كله الله ما تعمل اللي تعمله انا ماشي يا هديني انا مش هخليها تمشي اللي هي عايزة تعمله تعمله المهم انها قبل ما تمشي من هنا تعيد القارة في اللي هي عملته وبعدكها تعمل اللي هي عايزة وليها ما تنزلش البيبي ربنا حيسأله على اللي هي بتعمل ده انت ليه ما روحت الشغل يا حبيبي شغل ايه دلوقتي يا وده وقته مسأل فول نو تينكيو مش هادرها احنا لسه بضهر على فكرة واحنا لو بيفرق معنا صبح ولا ظهر ولا بالليل واحنا بنعتقد سيف معلش النهار ده كانين موحش قوي يا حبيبي ده وما فيش مزاج نجيبي المزاج بسيبك بعمل قوم بالشغل ده بليز طب ممكن نخليها بالليل احنا بقينا بالليل خلاص لا على طول كده مش فهمني مش معقول يا سيف يا حبيبي ده انا عاملك احلى مود بقولك مش طايع نفسي مش كده في ايه يا هديل في ايه مالك بقول لعلك شامع ومشغلك مزيكة ولا بيفلك سجارة ايه اعملك ايه تاني على زيت وانت اللي فاكرني مجنة كل ما حتعوص هحتدوص على الزرارة تطلع لك زي فرغولهم لا بجد ده ايه التخلف ده تانكيو على زوئك بص هديل انا مش جاه تخاني يا حبيبي ساعديني علشان اساعدك انا حس ان احنا بنبعد عن بعض اساعدك ازاي بقى اعمليه عشان اخليك تبطل تتفرج على افلام قول انا عمري مخونتك وانت مفهوم الخيانة بالنسبة لك ايه انك تجيب واحدة تانية واتنان معها غيري لا هو ده مفهوم الخيانة وانا عمري ما عملت كده مفهوم الخيانة بالنسبة لي غير كده يا تارى وانا فحورك بتشوفني انا ولا بتشوف البلات اللي بتتفرج عنيهم ومين السبب في ده مش انت اللي عملت الفطور ده فعلقتنا انا صح اه صح انت انت اللي مش عايز تتغيري ولا تغيري طريقتك ولا تحاولي تفكري ازاي تعمليه بشكل مختلف كده اللي عيني طرق اصيلي ولا حتى محسساني ان انت نفسي بتبقي معي في اي حتة ولا اي مكان انت اللي عايز واحدة من الشرع دي شغلتها وانا مش كده وانت عارف كده كويس انت متخلفة والله العظيم متخلفة وغبية كمان مال انك تبسطي جوزك ومال الكلام اللي انت بتقوليه ده على فكرة الموضوع مش في النوم الموضوع كله في الاحساس والمشاعر اللي قابل الموضوع ده مابا ليش انت تتكلم في الموضوع ده لانك عمرك ما فكرت تحطني في متحة ولا عمرك فكرت انا مبسوطة ولا لك انما انت مكنة ما بتفكرش غرف ده وبس وعايز توصل ليه باي طريقة انما انا عايزة انا محتاجة مش مؤم يا احد انا سلمت لك نفسي قابل الجواز عايزني اعمل ايدي وغمال اللي انا بقوله باللي انت بتقوليه ده انا ضحيت وانا اتجوزتك ما بيعتكيش ما تخليتش عندك ولا بيعتك هو انت كنت ممكن كمان تتخلى عني هديل هديل حبيبتي انا بعمل كل ده علشان انبسط مع بعض انت مش كنت عايزة تخلي في مش نفسك تخلي في بالنسبة لموضوع الانبسط فده عندك انت لما تبقى تغير طريق تفكيرك اما بالنسبة للعيال ما اعتقدش ان ربان ممكن يدينا ولاد طول ما انت غير قام في النجاسة بتاعتك تصدق يا هديل انا استاهل ضرب الجاز ما انا وقت بتكلم معاكي انت ما تستاهيش حتى ما انا فتكلم معاكي انا احمار اني حبيت ارضيكي يا واحد انتوا لين حاسسيني ان انتوا في سبت ابتدائي او معملوك هوت شوكولت يا بنتي مش عايزة اقولك انا بالي قد ايه ملعبتش اللعبة دي من زمان اولي كيف انتوا بني؟ بمين بعمل البحر ماشي مالوك انا بمركزها ميفيش عملك الأسفر في القرن شمع بعض هاته لي البحر ابواكي كل ماثرب بني اخرجين هاته لي حاجه انا شخ يا غريب حاجه انا تركيبي شيخ كثير من الكثير من ارتعاش هو في حاج اسمه هاليين اهى الو معلش صلحة صحتك من نوم او لا ايه لا ابدا انا بمنامش دلوقت اه احنا ايه الابور تمام طبعا كان فيه شوية عندي في الاول بس بالنسبة الاول مقابلة تمام يعني الطمت الطمت بس فيه حاجة عايز اطلبها منك حسنا انت لازم تحاول تشوفها اكتر من كده كل يوم بترجع بالليل بتكون نام اه طبعا هواعدك ان انا هحابها ياريت طب صار انت مواعدك ايه مع هاليومين دول هشوفها بكرة بس فيه شوية حاجات كنت عايز اقول هالك لازم في الاول هنبدأ الحاجات كده شور شور سارة انا واسط فيك ومتأكد ان انت هتساعدي هالك اعملي اللي انت شايفها صح وانا معاك اتفاق مرسيها سارة باي الو حسين الو الو يا رجل غريب جدا قفل السكة فوشي وكاينوك محرط مين دا يا ابو بنت بحليتها اه يا اختي امور طب ليه بقى هو اللي بيتكلمك مش المادام بتاعته مش المادام بتاعته متوفيت يا حرام بيت انت فيه ايه دي مش حكاية تركيز بقى مالك سكتة كده الله مش كنت بتكلمني في التليفون عايزاني عملك ايه عمر قصة بقولكو ايه انا مبارح اخويا سألني سؤال ما عرفتش اجاوب علي ايه قال لي هو عماد خطيبك نمطي انا مفهمتش يعني ايه نمطي بس انا قلت له لأ بس لما عماد كلمني في التليفون طب انت عارف عن ايه نمطي لا نمطي يا ستي يعني شخص ماشي على سيستم طول الوقت يرجع من الشوق يتغذى والسينام يصحى يشرب الشيء انا عرفت عماد ممطي بس فيه ستات بتحب كده على فكرة مستني مش حايزة كده انا حايزة تجني بعدين هطلق نمطي في الموضوع ده تبقى كارثة انا مش هبقى مبسوطة بصراحة يعني لا هو اكيد هيتلع نمطي في الموضوع ده بس الدور والباقي باقي عليك انت انت المفروض تخليه فك وطبعا انت جديحة وملكيش في الكلام ده خرص مين قالك ان يمالش مين قالك مين انت اللي قلتي لا انا يوم عيد ميلادك قلت كل حاجة وليها وقت عندما انا عادية يعني زي كل البيان لبداية وانه عادية يعني وعي بيت يكون عند الكب باحتمال كبيرة واحدة كمس طب بمناسبة ان انت سقتة بقى واعدالنا على السايلونت هسألك سؤال وتجاوبي تقولي أولا لأ أوكي هو وصفنا مطيب آه شكرا كل اللي تجال كده يخلص الهانيمون هتلاقي تحول لا 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 أبوس إيدك ما تلخبطي ليش البنة إحنا ما صدقنا نعرف إنها طبيعية وليها في الحاجات دي وما أنت قاعدة سكتة سكتة وسكت ما تتكلمي تقولي كده ألا مش دي هي الحقيقة لا ما تفدقيهاش دي الحقيقة بتاعتها هي عشان هي فشلة أصلحة دي لعندها خلط هي فاكرة إن احنا ما تلبس لجوزها حاجة كده ولا كده ولا تعمله مساج مثلاً تدلع عليه يعني هتكون ستة قللت الأدب هي بقى مش عارفة إن رجالة كلهم بيحبوا الحاجات دي عشان كده هي فشلة أنا مش فشلة في إيه هدي لأنا بهز وبعدين انت مش متجوزة لازم تعيش التجربة علشان تحسي بأن انا بتكلمش وعلى فكرة الجواز مش كله الموضوع دي في إيه يا دوتة احنا بنتكلم عادي في إيه؟ استني يا جاني في إيه هدي آه أنا مش متجوزة بس أنا بفهم جداً في العلاقات ما بين الناس ويمكن علشان أنا فعلاً شايفة الموضوع من بره فأنا شايفها أحسن علشان اللي بيبقى جوه الموضوع ما بيشوفش غل نفسه بس إيه اللي الجواز يا صار؟ لازم تخدي التجربة علشان تحسي بأن انا بقول لما ترأى بالنظرات الرجل ان انت عايشة معاي وتلاقيها كل يوم بتتغير حتزعني احنا كنا قبل كده بنخرج مع بعض وعمله ما كان بيبص على أي واحد حتى لو كانت أحلى مني لكن دلوقتي بيبص على أي واحدة حتى لو كانت زبالة حسنه جعان لدرجة بقرف مني أنا تحفين أنا أقف ما تفعلوش؟ ما تفعلوش؟ ما تفعلوش؟ ما تفعلوش؟ ما تفعلوش؟ ما تفعلوش؟ أنا اللي سوري؟ مجد؟ انت وقلقها ترامع كده ليه؟ ما هو كله بسببك يا أختي وبسبب خطيبك النمطي بقى تحكي بقى بقولك إيه؟ لما تلاقي بيبص على واحدة تانية انت كمان بصي على واحدة ايو صح صح ما بعرضش هعمل كده؟ لا لازم تعرفي عشان يحس على دمه طب أنا سؤال بسيط انتوا ليه عايزين نتجاوز بعد القرف اللي أنا بسمعوها؟ علشان أحلى حاجة في الجاوز منك تجيبي بيبه هو ده اللي حي خليك تستحملي أي حاجة عاديل انت سينا عايزة تخليفي من ان انت حاسة بالتجاوز كل اللي حاجة عاديل مش يبكي نعيش عشان كده ربنا مش هايز نجيب بيبه في اي عاديل انت ليه مكبرة الموضوع كده سيف مش وحش للدرجاتي على فكرة وانتوا الاثنين بتحبوا بعضاً انت بس اللي محتاجة اتغياري في لابسك شوية حاجة في فطور رهين لدرجة اني مش عارفة اتحرك خلص يا رهين عشان خاطر تعالين كامل اللعبة دي عشان أنا متضايقة اوي انك بواستيها المرة جاي هيجيبلك واحدة اكبر مني يالا يالا يا ماما يالا بس المرة دي انا هاخد دفع بس انتي جايبة صغيرة اولا ما انا ارسلك هاجابلك بقى دي المرة يالا بتاع دي مش هتاعنا يا ما نفسي اصحى الصبح الاقيك عامللي الفطار اتنين بيط سامي سايدا اتنين بانكيك واخدلي بالك انت ولبما اعملك الفطار انت احساس هتعمل ايه تاقلك انا عجاز يعني ايه فطار جايز اوه بش بدوسي ما انا ما بقولش فول عالصب قولوني بيتدخب والله احسن برضو حابة الفول دول يا دوب على قدي خش انت بقى المطبخ يعمل اتفقر اللع المزاج ايش بايد عليك نعم نعم عن اذنك روح يا لجوم انا امت 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 ايه بارد، 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 مكنش فيه رغم غيركم على بكة ايه، فيه، 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 ما عادت بنت ايه وبنت هيبة عبيبي، صلاة أمر هي فيه؟ هيبة عندها شغل يا شغل؟ طب، أنا في البوفيت ها، ها يا أولاد، هتعملوا عقد ولا لأ؟ لا يا بولي، مش هنعمل جبنيون أنا وجان من التفين على كده، اللي بنا أكيد أكبر من أي عقد سمحني يا ابني، أنا كان لازم مسألة، في ناس لازم يعملوا عقد البيوت بيجد كلها مشاكل، وفيه جوازات بتبوز على أول سبب ربنا ما يجيب مشاكل يا ابونا طيب، قبل بقى ما نصلي على الشابكة، أنا عاوز أقول لكم كلمتين مهمين الخطوبة يا أولاد، أهم مرحلة في العلاقة بين اتنين مقررين يتجاوزوا يعني ليه؟ يعني لازم تكونوا على حقيقتكم قدام بعض مفيش كد، مفيش تمثيل، ولازم يكون لربنا وقت في حياتكم يعني ما تبقاش الحياة كلها كده خروج وعزومات وخلاص فاهم يا عماد، فاهم يا جان، ربنا بيقول يا أولاد إن لم يبني الرب البيت، فباطلا تعبوا البناءون يعني لازم تكونوا على حياتكم، ولكنوا صرحة مع بعض، ولازم سلام المسيح يملى بيتكم متفقين؟ لا أسمحها منكم يا أولاد، متفقين طبعا؟ دلوقتي بقى نقدر نصلي، الشرق منين يا أولاد؟ من هنا يا أبونا، لاتجاه كده بسم الله يا أبوالابن وروح القدس لها إن واحد أمين كر يا ليسون، كر يا ليسون، يا رب أرحم، يا رب بارك، أمين اللهم اجعلنا مصحقين أن نقولها بشكر يا أبونا اللازف السماوات تقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيت كما في السماوات الراجل ده بيقول كلام حلو أولي أيوة أيوة أيوة، إزايك أصلا؟ إزايك؟ إنت أصلا إنت فين أصلا؟ مع صحابي أصلا أوكي، أنت لوحتك؟ كوزك مش معكي؟ لا، إنت فين؟ أنا مستني مراتي في العربية أخرجها شوية هي والأولاد؟ طب حلوة، إنجويت بقى حكلمت فينك أوكي، وإنت كمان بسم الله آمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا 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 أطلق يا دبليدة الخطوبة عب رائنا كلنا وابني توبى توبى بعش دي حصينا من قلبنا يا دبلة الخطوبة عقبلنا كلنا يا دبلة الخطوبة عقبلنا كلنا وابني توبى توبى بعش دي حصينا اشتركوا في القناة موسيقى يا اهلا يا زينة بي اهلا السلام عليك الله يسلم انت مش هايز حاجة بمخبك رايح فين؟ شوية مشاوير هتتأخر؟ يعني على حسب الظروف عن اذنكم مرحب تعليزي وهادي بقى كبه وراكلسي خالص وقولي نفسك تفتري لا 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 ماليش نفس ايه اللي ماليش نفسي دي؟ لا لازم تاكل انت من مبرح صايمه وبعدين ابوكي كده ممكن يحس مش قادر اكون صدقيني فعلا مش قادر زينب عايزك تيجي على نفسك شوي على اقل علشان خطر ابوك يقومك اللي بيخافوا عليك وبيحبوك انت بتطغمني بالكلام؟ بالحكس انا خايفة عليك وما كنتش متصورة انك ممكن تتنزلي بالسهولة دي حبيته ايه حبيته دي يا زينب؟ طب هو طلع واطي كنتش عارف دي طلع كده فين احساسك بالراجل اللي قدامك يا زينب؟ يا بنتي انا مش اتكلمت معاك كتير احساسي خلني طب ممكن بقى تخلي بالك من احساسك احسان يخونك المرة الجاية كمان؟ مفيش مرة تانية خلاص يعني ايه؟ انت صغيرة وحلوة وبكرة تنسي وان شاء الله هتحبي استحيلة مفيش حاجة اسمها استحيلة طول ما انت عايزة يبقى ممكن يحصل وخصوصا بعد العملية اللي احنا لسه عاملينها دي وخصوصا بعد العملية اللي احنا لسه عاملينها دي زعلانة منك وعليك يا زينب تفتكر ربنا يصابحلي؟ اش عارفة؟ بس اكيد لو مغلطيش تاني حيسمحك هتلاقي الحد اللي يستحقك وحيحبك وحيتجوزك وحيتجوزك ساعتها هقوله على كل حاجة بتقوله له ايه خرب بيتك؟ اما احنا كنا روحنا عملنا عملية ايه؟ انت ان شاء الله اللي عايزة تتجوزي تبعت يهولي انا حقود اتكلم معاه واشوف ان نظام معاه ونخلص الموضوع لاني لما سبتك لوحدك عكت الدنيا ليه اي راجل ليه ماضي مبيعجوش حتى لو لو بيع عارف ان الراجل اللي جاي يتجوزني ليه علاقات كتير ما عندوش اي مشكلة وبالعكس لا طبعا ايه الفرق الله غلط مقعت هند ازايك؟ اهلا وسهلا انا هدي المراد صيف صاحب محسن جوزك ازايك يا مدام؟ عاملة ايه؟ كويسة الحمد الله بس ما بلاش بقى مدام دي عشان نعرف نبقى صحابه ماشي يا هزيز باختصار انا ضغط على ما جبت نمرتك وجوزي كل يوم والتاني برا وانما اسأله انت فين يقولي مع محسن جوزك وانا نفس الكلام انت فين يا محسن؟ انا معتين الاحتياط واجب ومتهيالي ان احنا لازم نكون على اتصال ببعض طبعا طبعا دي انا كنت عايزة نمرتك من فترة برضو عموما نمرتي اللي ظهرت عندك يا ريتي سيفت ونبقى على اتصال ببعض ولازم نتقابل كمان انا مبسوطة جدا انتكلمت سيدي وانا كمان مبسوطة مبسوطة حنتقابل قريب طبعا هنشوفك قريب اوكي يا حاج باي ماشي يا سيف انا بنشوف اكرتها معاك بتعرف انك بتفكريني بنفسي اول مرة خرجت مواحطة ستة غير مرافي؟ كنت قاعد زيك كده بالظبط لاني كنت فاكر ان انا بعمل حاجة غلط بس احنا بنعمل حاجة غلط ليه بتقولي كده؟ انتي ممكن تقابلي اي راجل في اي وقت في شغلك ايه الغلط في كده؟ بس احنا ما متتكلمش في شغل ولو كان في بيننا شغل كان موفوض نوعا نتكلم في المكتب هدي السؤال المهم هو انا عايز منكي اصلا انا قولتليك قبل كده ان انا بحب امراضي وانتي بنفسك قولتلي انك بتحب جوزك صح؟ صح؟ شوفي هو فيه ناس كتير قوي بيعتقلوا انه ما ينفعش يكون فيه علاقة صداقة بريئة بين راجل وست المتجوزين انا شايف ان الكلام ده فيه مغلطة او فيه تعمين يعني انا وانتي مثلا اصدقاء انا اقسملك بالله انا مش عايز منك اي حاجة غير ان احنا نتكلم وعارف كويس جدا انك متوقعة مني نفس الحكاية مجرد ان احنا نتكلم ايوة بس انا اللي مداهقني لاني انبارح كنت في حض نصيف والنهر ده مع راجل تاني انتي ليه شايفها كده وليلي هديل هو انتي بتتفرج على مسلسلات تور كتير في التلفزيون جامل بس انا فعلا عملي ما خبيت عنه حاجة امم انا شايف انك بتبلغي شوية او اوفر يعني ليه لانه من خبرتي في الجوائز من سبب احيان كتير بنحتاج ان احنا نخبي حاجات عمها بس انا عملي ما خبيت حاجة عن سيف وبعدين ما ينفعش تعمم في حاجة زي دي فعلا عندك حق بس تفتكري هو سيف او مراطي ممكن يستوعبه الصداقة اللي بيننا دي اصلا لا طبعا اذا كنت انا اصلا مش مستوعباه انت ليه بتقول اصلا كتير هوههههه بتعرف انك اول حد في الدنيا يقولي ان انا بستعمل الكلة دي كتير انا فعلا بستعملها كتير جدا اصلا اصلا هديل بجد عندي سؤال مهم وعايز الاجابة من قلبك يعني بصراحة انتي من الناس اللي بيعتقدوا انه ينفع يكون فيه علاقة صداقة مريئة بينِ راجل وستَ builds ولا من الناس اللي بيقولوا عكس كده بصراحة؟ بصراحة انا لا اعتقد انا لا اعتقد انه ساريني هاي اللي بخليك يتقولي كده يعني؟ وان ما بتحتاجيش تعود يتكلمي مع حد ودردش ان هزا ما احنا بنقعد نتكلم من الدردش هوا؟ عندي صحاب كتير ممكن نسمعوه لكن عارف كلام الست للست يفرق كتير عن كلام الست للرجل حتى لو كنا بنقول نفس الكلام صحيح ما جربتش بكده انك تكلمي مع صاحباتك الصداقة اللي بانه؟ حكيت لهم بس يعني مش كل حاجة لانه هو فيهم يستوعب وفيهم ما يستوعبش مم ممتعك مش هارف يعني بس حكيت لهم أصلا فاعلن؟ اصلي. هلو? انت فين? انت فين دي? انا زيتي مقبرة دي على فكرة هاديمة. الناس قل صباح الخير صباح النور مش انت فين ها خلصت؟ ايو خلصت انت فين بقى؟ في الورشة هديل حكون فين؟ يا سلام ثانية واحدة ثانية واحدة بتحتي؟ خلاص يعني انا مش فاهم يعني انت بتغيري علي وانت مطلعة عيني ومطلعة روحي ومنيماني عالكنبة في ايه يعني؟ حبيبي انا مبغيرش عليك انا كل اللي يهمني كرمتي فلو فكرت انك تجرحها انت عارش بقى احلى حاجة قلتيها ايها هديل حبيبي سلام يا سيف هديل انت خايفة ان انا اخونك؟ عشان لو انت خنتني هتبقى علشان عينك الفارغة يا ضعيف مش عشان انا ينقصني حاجة يا حبيبتي اللي انا اعرفه الخيانة دي لما كون بعمل معاك حاجة واعملها مع غيرك والله ما بعملش معاك الحاجة دي وبيعملها مع غيرك وديبقاش خيانة خالص الكلام ده عند الحاجة الماما بتاعك بطالة قلة ادب يلا خلاص بقى ايه في انت اللي متصل على فكرة اوكي يلا اه هديل على فكرة انا احتمال ابت في الورشة النهاردة ليه بقى ان شاء الله؟ عندي شغل بطير يعني مش مع محسن؟ محسن ايها بنتي بقولك عندي شغل في الورشة خلاص اكلمني برضو ماشي هديل اوكي بواجب ماشي يا سيف ماشي 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 يا بي انت انا كويس افيش حاجة تطمني يفوتوا تطمني عليه هو هو اللي اتغدر هو كلمك او ايه اه كلمني قالي ان هو مسافر ولما يرجع ان شاء الله قال هيسيبني افكر عشان قلقين اتجاوز جوان ثاني فالراجل ده بيحسش مفيش كرامة خالص انا بقوله ما عندكش كرامة يقول لي لا مفيش كرامة في الحب مهمة بس ان انا فهمت العلاقة اللي بيني وبينك عشان ما يقزكش ولا يعمل لك حاجة مش كويسة يقزي مين يا ماما وبعد العلقة اللي خدها دي حيقرب مني تاني وبعدين تقولي ليه ليه على علاقتنا هو ماله تتكلمي ليه اصلا لا انت فيك اللي مكافيك يا سيف انا مش عايز احسر مشاكل اكتر من كده تسيبك من الكلام ده انجي انت تعملي ايه انا كنت باشتري لاب توب وكده قولي انت فين انا في الورش عندي شغل طب هشوفك بالليل مش عايرف بص انا احتمالة بايد في الورش عندي شغل كتير طيب خلاص باكلمني بقى اوكي يا عيد باي 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 انت يا عبدالله ايه ده عز حفل وحي هاني انت كمان عملة ايه كمان الحمد لله انت فين انا جوزت وصفرت وكده يعني اه 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 اخبارك ايه الحمد لله ولا حين كنت باشتغل في الامارات وللسه راجع لسه بشوف بقى حمد ايه طب كويس لسه بتكتبي اه طب قوليلي انت فاضي دلوقتي اه فاضي طب ايه رايك عزينك على كوفي نتكلم شوية طيب خوص نتكلم مين يعني مين احنا نتكلم كتير يا بتيتي مستعجلة كده ليه هتعرفي كل حاجة كنت رس في سرتك وحقولك انا كنت في سرتك مع مين طيب خلاص يلا بينا يلا بينا وديني بقى جوزت وطلقت بصرة بصرة حلوة سيف سيف اصحى ايه ايه في ايه ايه اللي ايه في ايه حضرتك نسيت الفيلم بتاعك شغال ونمت اعملك ايه بس من قاعد طول النهار لوحدي في البيت زهقت زهقت وانا كمان يا اخي زهقت منك احديش مفضلك انا مش عايز اتخانق بعدين والله العظيم انا مليش غيرك في الدنيا بتشتغلني ولا بتشتغل نفسك بطل بقى القرف اللي انت عايش فيه ده انت بليه بتغلطي في الكلام علشان مفيش حاجة بشوفها الا غلط انت السبب وبعدين انا واماها ما خنتك ولا يوم في حياتي خنتك مجرد انك تتفرج على واحدة وتعجبك وتتخال نفسك معاها بالنسبة لي دي خيانة ده كلام ما يرديش ربنا ويردي ربنا انك تتفرج على افلام طول وانت راجل متجاوز ايوه انا راجل متجاوز وانت منع نفسك عني عايزاني اعمل ايه؟ دي ابسط حاجة عاملة وانا قلتها لك قبل كده كتير كنت بتبقى نايم معايا وبتخلص وبتقوم تتفرج على افلام انت مريد ياسيف يهافت وفيست مريد؟ انا لو كنت بعمل كده وبتفرج ده عشان انا مش عايز اخونك بعدين انت ممكن تساعديني فكري ازاي تخليني ما تفرجش على افلام دي وقلتلك قبل تده انت عايز واحدة من الشارع تعمل اللي انت عايزه وانا مش طريقتي دي وانت عارف كدك عايز ده برضو كلام ما يرديش ربنا وانت محببتنيش في اي حاجة عايزة انت بالنسبة لك الموضوع ده واحدة انا كنت ببقى في حضك وبتخلص وبتدي دهارك وتنامي بلاش اتكلم دي كلام كتير ممكن يجرع ومين السبب ده وبعدين يا هديل انا عمر المخونتك عشان ده احبك اقولك على حاجة اعملها سيبني سيبني ودورها على واحدة تانية تسعيدك ما قدرش انت لو سيبني الموت لان انت بحبك والله العظيم بحبك انت حبك جوايا زي الادمان ما قدرش عباد عني ده انا حتى لو حاولت اخونيك مش هعرفه انا بحبك جدا حانت ايه اية في الوضع ذات القفائط انت بتسالين انا approved للكارسة الدكتور بتاعك ده؟ حبيبتي انت كويسة انا قلت الخلق مرة فترة انا قدمي على احبة للدكتور الدكتور ده مش احبة اروح ان الدكتور ده مجمون عالق وعينوه هنا هي كده مبسوطة ولا موجوعة ولا ملا ايه السؤال الغبي ده او انا مش اهمي سارة عايزة معانا؟ عايزة ميا صح؟ لا مش هينفع ميا دلوقتي انت سمعانا انت كويسة؟ ايه حاجة واجعكي؟ طب يعني ايه في حاجة واجعنا؟ طب يا حبيبتي انت عايزة ايه؟ عايزة يا حبيبتي قولي ادهم ادهم؟ ادهم ده ميا لا حيب لا عمامتها كده اعملت بنت عارف اسمك؟ لا هعرفي قصة؟ حد يعرف حد سواء لها؟ لا 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 ادهم عايزة تخلي ابني واحد سعبتي سواء لها عايزة صغير لها لا لا ايه ممكن عايزة تخلي ابن سعبتي انت لا عمامتها انت لا ايه؟ اه لاعرف ايه؟ اه لا لا ايه؟ احاول ايه؟ السلام عليكم عبدالشيخ احنا على التاريق ايه دي احنا مش فهمك اتفرج على افلام مش عاجبك امسك سبحة واسكر ربنا مش عاجبك عايز ايه عايز ايه ايوم هو اللي بيسبح وبيسكر ربنا ما بيعودش يتفرج على افلام القرف بتاعتك ويعود يشب حشيش بتاعك ده والقرف اللي انت في ايه القرف ده وبعدين تمسك لي السبحة يا عم روح وهو انا بعمل كده دلوقتي لاحاول على القوت الا بالله ممكن تسيبيني في حالي ما الكيش دعو بيا خلص صحيح على رأي انا مالي ما تعمل اللي تعمله يكش تولع تراحة فين نا رايح فين راحة لصحابي تخرج ايه انا هروح الجامعة هحضر درس وخلص وارجع البيت تلاتون سبحانك يا رب قادر على كل شيء احنا على الطريقة تاني لا والله يا قبس ربنا ان شاء الله يهديك يا سيدي سلام عليكم ويهديك يا هديك وعليكم السلام يا طباة مالك يا سيديك تكلمي مين وعملك ده ليه مين ما جوزي ما بيردش مش فاهمة طيب هو فين يعني في الجامعة انت غريبة لا عجيبة بجد عايز الرافل يرد عليكي في الجامعة ازاي يعني لا سيدي انا مش قادرة اسدق اللي بسمعه سيف بيصالي في الجامعة اه يا سارة وده بقى اللي مجننني ومش قادرة افهمه عادل يعني عادل يعني الواد ملقاش طريقة من كتر ما انت ارفاف عاشته تلاقي الواد ربنا هداكي ده بصراحة انت تعلم العفة يا كبدي يا ابني بطبعا الواد زهد في الدنيا منك قالك مفيش اي فايدة غير في الاخر اصالي بقى الربنا هدولة ايه ده يعني ممكن ينتحر ولا ايه اه عادي جدا طبعا هدولة عادي ده ايه عادي ده ايه اه يعني ايه اه اه لا على فكرة الموضوع مش يظهر اه ما فكرتش ناري من طريقتك شوية بلا طريقتي ده انا فل لا فل سيفو عدوى جعاني مش عارفة فيها ايه شو تحبيبي بيلك يا راح بيلك يا قلبي عناي واوا بص الواوا حياتي انا اموت انا سلام يا استاذة يا سلام بس بصراحة هيفق متفوقها في الحتة دي عنك بتقولها احلى كتير بص هالي يا حبيبي عشان تخير اوه حياتي انا يا السلام بقولك ايه سيف نعم يا قلبي انا عايزة تبسط النهاردة انت مش عايزة تبسط؟ اموت انا هربسط هربسط طبعا هربسط طبعا هربسط مانو شفتي شفتي ستات مش انا هيا شفتي ستات تكمل شفتي جمال يا ماما راجل كده محتاج واحدة تتدلع تتسهوك تتشقلب هتلاقيه فك في ايدك على طول بقى ملبن مال مال انتي فلاكسبال طبعا طبقا وانتي يا عام الفلاكسبال بقى انا عايزة فاهمك حاجة مهمة انا دي طريقت ومش هغيرها ومسرة عارفة ليه؟ لاني اتربيت على كده ومعرفش اعمل غير كده انتي بقى اتغيرتي ولا خطيبك هو اللي اتغير عشان خطري؟ حضرتك طبعا هو اتغير عشان خطرك عارفة ليه لانك تربيتي على انك تكوني نمبر ون وما تعرفيش تبقي نمبر تون this is it you have to face it هاني تكويسة انا تمام انا تمام دودو مين قالك ان جان سح نعم بعدين جان مخطوبة وانت متجوزة يا سلاة يعني ايه يعني ما تكرهش جوزك في عشته لو سمحتي يا بنت انا بعمله ايه علشان كنروحه في عشته طيب انا عايز اقولك حاجة بص حاجة احنا اصحاب ممكن نستحمل بعض لكن الرافل مش هيستحمل طريقة جديدة يعني ممكن بجد حقيقي يطفش ليه تل ليه ليه جماعة بلع طريقتي ده انا نسمى لسا جدا بلاش هتكلم ليه حابت تكلمي برحتك مفيش مشاكل هديل نعم لما شتنتيني ونزلتي تان انتي يا هاب لانت اللي شتمت روحك بس انا قلت اوكي بس انا اقلت اوكي بس انيوي انا اتف اوكي لما نت ثانية واحدة اوكي اوكي قلنا بشوية انتي شوية انتي مش ادخيني شوية انا بس عايز اقول لك حاجة مهامة فضل يا عسي لما انا شتمت نفسي ايوة وانت رجعت يشتمتيني نفس الشتيمة لأ انا بتتمت اوكي ابتسمتي وفقتي عالشتيمة ايهادين وانزلتي حتى لو ما كنتيش اعتذرتي انا كنت هسامحك عشان احنا صحاب يعني اولا حتى انا قلبي كبير وحبت بصك لا مش هيسامحك ابدا عشان انتي ست غلاطة انا غلاطة لا 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 انا غلاطة لا 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 انا غلاطت ايه لا انا قصد يا ذنينة ايوة انتي غلاطة يا ذنينة بصي انتي صاحبتي بجد ومحبك عايزا نصحك نصيحة انتي اللي بايدك انك تخلي جوزك ده خاتم في صباحك وانتي اللي بايدك برضو ان انتي تطفشيه وتكرهيه في عشته زي ما بتعملي كده بالضبط هذيه اه ممكن اقلقوا وارميه خالص مثلا وبعدين عصبتوني اه وانا بتدايق اما تعصب بالليل بتخمي فمضطرة امشي واسبكو ده انتو نيلة انتو التلاتة نيلة ماذا كده اقوة كده اسكوتي خلاص مع السلام يا ساتر بدي بالك من نفس اخراج يا بنت على فكرة دي مجنونة راسمي شحات الجاية لا عايزي يا ما انتو مستغربين ليه هديل هديل طول امرأة هتفضل هديل بصراحة انا لما كان جزء هبص جدا بره طبعا طبعا لا مش يبص بره ده يبص بره وبره وبره بره انت اللي بره ايه بره انت اللي بره معرفش مين بره اكتر من بره رجزتني اكتر حاجة بره مستيكم كلمة يا راهي اتسل عليها شوي اه 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 انا بتغسق كتير قوي ما اه 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 اي حياتي انا بره الجامع المستنيك يا روحي يا ريب اجيلي انت والمعتكفات اللي معت بالمرة انت مجنونة طبعا مش هيطلعلي من هنا مالش عم الشيخ بس هاطلع بره امراتي عندي احاجة وارجع بطول فضل استنزلك اه 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 صدقتي ولا لسه شك بص احديل انا بعمل كده عشان عايز اتغير انا حاس ان انا بعت عن ربنا كتير ادعيلي ان اتغير انت كمان لازم تتغيري بص انا فكرت لقيت ان الحل الوحيد لحياتنا وبيتنا انه ما تخربش ان احنا نقرب من ربنا مساعديني وبطالي تشك كفية انا حاجي بكرة طيب معاك حاجة يعني اتغير هدوم كنت تتحمى عشان تعتكف على الحال ما كنتش عامل حساب ان انا عابات وبعدين الناس اللي بقوا معايا في الجامعة دوني فرشة انا معاليا بس فرشة؟ ما عاملش حسابي ما جيبتش هدوم طب انا هروح اجيبلك هدوم بسرعة فيش نعم بتعبيش نفسك يعني ايه ما تحبش نفسك هجيبلك هدوم بسرعة طيب خد يباليك من نفسك وانت كمان وانت كمان لا إله إلا الله عمد رسول الله ايه ما اعتكار بقى يا رب يا ربي سبحانك 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 يا رب يا رب يا كريم يا غفور توسل إليك يا رب ما تسبنيش أتوسل إليك يا رب